مع أن الانتخابات التي تشهدها تركيا محلية لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المدن إلى أنها تكتسب أهمية كبيرة للحكوبة والمعارضة معا خصوصا أن تركيا لن تشهد انتخابات بعد ذلك حتى عام 2023 ما لم تحدث انتخابات مبكرة وهما يفسر الاستقطاب الكبير الذي تشهده هذه الانتخابات وانعكاسه بشكل واضح على الليلات التركية التي تراجعت أمام العمولات الأجنبية من يحكم بلدية الفاتح يحكم مدينة اسطنبول ومن يحكم اسطنبول يحكم تركيا هكذا ينظر إلى أهمية هذه الانتخابات عبر محاولة الفوز ببلديات المدن الكبرى لا سيما وأن الانتخابات تجري في ظل عوامل مختلفة عن الانتخابات السابقة ولعلى من أبرزها الوضع الاقتصادي حيث الانكماش والتضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطن وحجم الملفات الخلافية مع الولايات المتحدة وهو ما يجعل الانتخابات معركة للتصويت على الخيارات السياسية الداخلية والخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية ولعل هذا ما يفسر الأهمية الكبيرة التي أولاها الرئيس رجب طيب أردغان لهذه الانتخابات وقيامه بجولات انتخابية شملت معظم الولايات التركية فضلا عن ترشيح كبار قادة الحزب الحاكم إلى درجة أن رئيس البرلمان بن علي يلدرم اضطر الاستقال من منصبه للترشح لرئاسة بلدية اسطنبول التي انطلق منها أردغان في بناء مجده السياسي وانطلاقا من النجاحات السابقة جدد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تحالفهما في مواجهة التحالف القومي الذي يجمع حزب الشعب الجمهوري المعارض والحزب الجيد وحزب السعادة الإسلامي بينما تنحصر معركة حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للكرد في جنوب شرقي البلاد في الفوز بالبلديات السابقة التي فاز فيها ومساعدة مرشحي المعارضة في الولايات الأخرى على إزاحة مرشحي حزب العدالة والتنمية والذي تستبعد استطلاعاته الرأي تعرضه لخسارة كبيرة بسبب حجم الفوارق بينه وبين أحزاب المعارضة فضلا عن ضعف المعارضة وانقسامها وهو ما قد يعني أن الانتخابات المحلية الحالية لن تكون سوى تكرار لما سبق وإن تعرض الحزب الحاكم لخسارة بسيطة في هذه المدينة أو تلك ترجمة نانسي قنقر